لا تفوت الموالاة المنتظمة فيما تسميه الجبهة الشعبية فرصة أمام الإعلام إلا واختنمتها للمرافعة لصالح التغييرات الحاصلة بعنوان محاربة الفساد بل إنها تؤصل لها من خلال ربطها بمرجعية الثورة الجزائرية رابعا اسمها مليا رابعا محاربة كافة أشكال الفساد والمخدرات المعارضة من جهتها تتهم الموالاة بتكوين تنظيم شعبوي للاستفادة من الفساد ذلك أن الجبهة الشعبية في نظرها تجمع الجميع ولا تقتصر على الأحزاب المجهرية التي تسعى للتموقع الملاحظ أن المبادرات السياسية التي توالت من المعارضة والموالاة كلها تتبنى شعار التوافق بينما تزداد حدة الاختلاف داخل الضائرة الواحدة من الطرفين